موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة أخباري الثالثة والنصف من قناة السعودية أهلا بكم والبداية بالعناوي خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لدولة رئيس وزراء ماليزيا استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة والدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر مقتل العشرات من عناصر ميليش الحوثي في معارك مع الجيش اليمني في الحديدة أهلا بكم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود حفظه الله رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد وقام بتسليم الرسالة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي خلال استقبال دولته له اليوم ببكتبه في بوترا جايا ونقل سمو ولي دولة رئيس الوزراء الماليزي تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد كما تم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية مؤكدا سمو وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على تطوير علاقاته بين البلدين في جميع المجالات التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين لا تزال معظم مناطق المملكة تشهد هطول أمطار تترى وحبين المتوسطة والغزيرة وجريان العديد من الأودية وسط توقعات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة باستمرار هطول المزيد من الأمطار بمشيئة الله تعالى تقرير الهيئة أشار إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة منورة، حائلة القصيم الشرقية، الرياض، وادي الدواسر مع انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة من جانبها أطلقت المدرية العامة للدفاع المدني تحذيراتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع رشادات وتعليمات الدفاع المدني مشددة على أهمية الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بالخروج في مثل هذه الأوقات وللحديث أكثر عن الأحوال الجوية في المملكة ينضم إلينا مراسل قناة السعودية الزميل عبدالله بن شهران من جدة زميل عبدالله حدثنا أكثر عن الأحوال المناخية لديكم أهلا وسهلا فيك زميلي سلمان المالكي أنا متواجد الآن في غرفة العمليات بالهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة لنكون مطلعين أكثر على الحالة المدارية التي تشهدها المملكة خلال الأيام الحالية يقف بجانبي الدكتور أيمن غلام نائب رئيس الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة ليطلعنا أكثر عن الحالة المدارية التي تشهدها معظم مدن المملكة ومحافظاتها السلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نرحب الحقيقة بقناةنا العزيزة السعودية الأولى في غرفة الطوارئ بالهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة شكرا لكتور يلي ترى تطلعنا أكثر عن الحالة المدارية التي تشهدها المملكة نعم هو الحقيقة تكونت السحب من قبل يوم أمس على المنطقة الشرقية هطلت منها أمطار غزيرة يوم أمس واليوم ما زالت السحب مستمرة على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة كان هناك الحقيقة احتمال أن تكون جدة متأثرة بأمطار هذا اليوم ولكن شاءت إرادة الله أن تنشط الرياح السطحية على محافظة جدة مما منع الحقيقة ارتفاع اللوب وخار الماء لطبقات الجو العلية أصبحت الأمطار تنحسر كلها على مكة المكرمة بنسبة منطقة مكة المكرمة والضواحيها الشرقية المرتفعات منها الطائف الشفاء الهدى كذلك مرتفعات المدينة المنورة ثم تتجه شمال شرق إلى ما بين منطقة القصيم جنوبا ومنطقة الرياض شمالا وغربا وتحديدا الحقيقة هناك بؤرة لأمطار غزيرة قد تكون على محافظات عفيف والدوادمي والمناطق التي هي جنوب القصيم هذه الليلة وغدا بإذن الله تعالى قد تخيف غزارتها غدا بإذن الله تعالى دعونا نأخذ بالجانب المواطنين كيف يمكن يستقرؤون أو يخضون معلومات موثوقة نعم الحقيقة هناك قبلا تحدث هذه الحالة كان زخم من هوات الطقس ومن بعض الغير متخصصين بأن هذه الأمطار سوف تكون غير مسبوقة وأمطار لم يسبق لها التاريخ المملكة العربية السعودية ونحن في الهيئة العام من الرصود وحماية البيئة من خلال مختصين وأنظمتنا المتقدمة في الرص والتوقعات كنا منطقيين جدا طبعا المسؤولين والمواطنين بأن الأمطار هي أمطار تحدث سنويا ولكن قد تكون على انتشار واسع مساحات كبيرة حتى الآن ومن خلال حقيقة رصداتنا للأمطار التي حصلت منذ يومين كانت كمية الأمطار أمطار طبيعية لم تكن تاريخية ولم تكن مسبوقة ومما يعني بأن الهيئة العامة الرصود وحماية البيئة هي الجهة الرسمية المتخصصة والموثوقة في أخبارها وفي مختصينها وفي أنظمتها هل الحالة المدرية تستمر لساعات أو أيام أو أسابيع؟ نعم هو الحقيقة منطقيا نستطيع أن نقول إلى الأسبوع القادم ولكن باختلاف الأسباب الحالة هذه مع مسبباتها ستنتهي بإذن الله تعالى أو تتلاشى بعد يومين من الآن وتبدأ هناك إن شاء الله اللي هو منخفض من شرق البحر من توسط نراقب الآن يبدأ على تأثيره على المناطق الشمالية الغربية وعلى غرب المملكة قد يكون في اليومين القادمين الأسبوع القادم سيكون إن شاء الله برضو أيضا أمطار أو حيكون أسبوع حافل بالأمطار ولكن بمسببات أخرى غير هذه المسببات شكرا لك دكتور أيمن غلام نائب رئيس الهيئة العامة للرصاد وحماية البيئة وبإذن الله تعالى المشاهدين الكرام سوف نوافقكم بتقطيات أخرى في النشرات القادمة تعالى الله أمطار خير وبركة الزميل عبد الله وقد حدثتنا من مدينة جدة شكرا جزيلا لك التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل المستشار وخادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سالم المطرفي حيث قدم لسموهما شرحا تفصيليا عن تدابير الدفاع المدني الخاصة بحالات الأمطار التي تشهد ومحافظات المنطقة حاليا والخطط المعدة لذلك كذلك نتائج الحالات المطرية التي هطلت عليها مؤخرا وأطلع الأمير خارد الفيصل والأمير عبد الله بن بندر على أليات التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع البلاغات بالإضافة إلى مستوى الجاهزية والاستعداد بما يسهم بإذن الله في سلامة الأرواح والممتلكات اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران على التقرير الختامي لأعمال وإنجازات فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة جاء ذلك خلال لقائه بالإمارة أمس الرائل عبد الهادي بن قعوان حيث قدم لسموه التقرير السنوي للمركز ونسخة من الدورية ربع السنوية تحت عنوان سمات وأشاد أمير المنطقة بالخدمات التي يقدم مركز المعلومات الوطني للمرابطين على الحد الجنوبي في الميدان بالتنسيق والتكامل مع الأحوال المدنية كما استقبل سمو أمير منطقة نجران اليوم قائد قوة أمر المنشآت بالمنطقة العميد إبراهيم الدوسري الذي قدم الخطة الجديدة لقوات أمر المنشآت بالمنطقة وفق التوسع الصناعي والمدني التي تقوم على تعزيز حماية وأمر المنشآت الحيوية واستعرض سمو خلال اللقاء تفاصيل الخطة والدعم الذي حضيت به القوة من الطاقات البشرية والآلية زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم مريض السمنة وداء الفيل المواطن يحيى الذي يرقد حاليا في المستشفى المركزي بمدينة بريدا للوقوف على حالة العلاجية والنظر إليها ووجه سموه الشؤون الصحية بالمنطقة بتوفير العلاج المناسب له بأسرع وقت ممكن مؤكدا أن جميع القطاعات الحكومية بما فيها قطاع الصحة تعمل على كل ما من شأنه توفير متطلبات الحياة السوية والسليمة والصحية لكل شخص يعيش فوق تراب هذا الوطن مشيدا سموه بما شاهده من عناية ومتابعة من قبل منسوبية القطاع الصحي بالمنطقة من جهة النخرى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعودي بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة اليوم محافظة عنيزة رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبد الرحمن السليم وأمين لجنة التنمية السياحية بالمحافظة يوسف الوهيب والمدير التنفيذي لشركة راما شمس خالد اليحيى المشغل لمهرجان الغضاء السادس عشر وأشهد سموه بما قدموه من جهود في مهرجان الغضاء السادس عشر مؤكدا على أهمية أن تضم الأنشطة السياحية بالمنطقة أنشطة هادفة تناسب جميع أفراد الأسرة وفق عاداتنا وقيمنا وقد تسلم سمو أمير منطقة القصيم خلال الاستقبال التقرير الختامي لمهرجان الغضاء السادس عشر كما أشهد سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بالدور الاجتماعي والرياضي الذي يقوم به فريق دراج عنيزة التطوعي وجهودهم في هذا المجال ودعمهم المشروعات الخيرية ودعم الشباب تماشيا مع رؤية المملكة عشرين ثلاثين جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم رئيس فريق دراج عنيزة الدكتور خالد الشبل وأعضاء الفريق بمناسبة تحقيق فريق دراجية السعودية المركز الأول حول المبادرة العالمية للدراجات الهوائية لدعم المشروعات الخيرية حيث كان من ضمن فرقها فريق دراج عنيزة التابع للجمعية الصالحية بعنيزة استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة اليوم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراع بالمنطقة المهندس سعيد الغامدي ومدير مكتب الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالمنطقة محمد الزهراني ومدير إدارة التنوع الحيوي بفرع الوزارة محمد القدوة واستمع سموه خلال اللقاء لشرح مفصل عن مواقع تواجد النمر العربي وأعمال الفرع والوزارة في الحفاظ على تواجده لما يحققه من إيجاد توازن بيئي كما اطلع سموه على بعض الأمور التي تخص الحياة الفطرية بالمنطقة وأنوه سموه بجهود الهيئة في الحفاظ على الحياة الفطرية للمحافظة على بقاء الحيوانات المهددة بالانقراض من خلال مراكز أبحاث الحياة الفطرية بالمملكة التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للتوعية بأطرار التدخين والمخدرات الدكتور الرضا العنزي وعضاء المجلس وتسلم سموه خلال اللقاء التقليل السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية وثمن أمير المنطقة جهود الجمعية في سبيل الحد من انتشار ظاهرة التدخين من خلال الطرق التوعوية والعلاجية ونشر ثقافة الاهتمام بالصحة حاثا الجمعية لبدل المزيد من العطاء من أجل التعزيز صحة المجتمع والتصدي لآفة التدخين وتمنير للقائمين عليها التوفيق والنجاح كما التقى أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة خميسة العنزي يرافقه أعضاء فريق عرعر رايدرز للدراجات النارية وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الرياضية وأكد سموه ضرورة تهيئة الأماكن الأميرة للشباب لممارسة هوايتهم تحت إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية التقى صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب وأمير منطقة جازان أمس رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية بأضرار القات بالمنطقة بالمنطقة الشيخ علي العامري وأعضاء مجلس إدارة الجمعية واستهل السمو اللقاء بكلمة ثمن فيها ما تقوم به الجمعية من نشاطات وبرامج تقع في إطار عملها منوها بالجهود المبذولة من قبل الأعضاء وتسلم السمو خلال اللقاء التقليل السنوية الجمعية للعام الماضي مستمعا لشرح مفصل عن الأعمال والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية والخطط والآليات التي تعمل من خلالها والبرامج التي نفذتها والتي تعتزم تنفيذها سعيا لتقديم كل ما يخدم الصالح العام من جهة ثانية دشنا نائب أمير منطقة جازان إلكترونيا عمل مكتب الأحوال المدنية بمحاوظة العارضة جاء ذلك خلال لقائه مدير عام الأحوال المدنية بجازان بندر بن مشيطة واستمع السمو إلى شرح مفصل عن آلية إنشاء وتجهيز فرع المكتب وما يتضمنه من خدمات وأقسام تعمل لتنفيذ كافة الخدمات المراجعين بكل يسر وسهولة وحث الأمير محمد بن عبد العزيز منسوبية الأحوال المدنية على بدر المزيد من الجد والمثابرة في العمل لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة بما يلبي احتياجات المواطنين التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وأمير المنطقة الشرقية أمس مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس فهد الداود واطلع السمو على أبرز المشاريع التي تنفذها المؤسسة والخدمات التي توفرها عبر الجسر مشيدا بما يحظى به جسر الملك فهد من اهتمام من حكومتنا الرشيدة من خلال توفير الخدمات المتكاملة والتوجهات والمتابعة المستمرة لبدر المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين عبر تلك المنافذ موجها ببدر المزيد من الجهد لتقديم أرقى الخدمات وأفضلها للمسافرين عبر الجسر استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب وأمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات محمد عبد الله شربتلي المحدودة محمد شربتلي وناقش الأمير عبد الله بن بندر خلال اللقاء مساهمة القطاع الخاص مع الحكومي لتنفيذ مشاريع التنمية بالمنطقة التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد من تركيا بن عبد العزيز نائب وأمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة عضو هيئة كبار العلماء دكتور جبريل البصيلي وأكد السمو خلال اللقاء على أهمية دور العلماء والدعاء في التصدي للأفكار الضالة والهدامة وحماية الوطن من كل من يحاول المساس بحدود وأمن بلاد الحرمين الشريفين والعمل على استقرارها وخدمتها كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركيا بن عبد العزيز نائب وأمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراع بالمنطقة المهندس عبد الله الأحمر واستعرض سموه خلال الاستقبال سير العمل في الفرع والمشاريع الجاري تنفيذها التقى معالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد برياض أمس رؤساء تحرير الصحف المحلية وذلك ضمن الاجتماعات الدورية وجرى خلال اللقاء مناقشة المسجدات الراهنة ودور الصحافة تجاهها كما تم بحث المشاريع والمبادرات الإعلامية التي تقدمها الوزارة دعما للصحافة والصحفيين نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل أجواء المنطقة الشرقية الممطرة تجذب الأسر للمتنزهات البرية والشواطئ أهلا بكم مجددا تسهم المملكة العربية السعودية بدور إنساني وإغاثي تجاه المجتمع الدولي استشعارا منها بأهمية هذا الجانب المؤثر في رفع المعاناة عن المحتاجين في مختلف دول العالم وتتنوع المساعدات التي تقدمها المملكة من مواد غذائية وإيوائية وعلاجية كما أنها تشمل مختلف المجالات في إطار إيمان المملكة العربية السعودية بأهمية الدور الإنساني والإغاثي وحرصها على رفع معاناة المتضررين أينما كانوا ساهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ إنشائه على تمثيل رؤية المملكة حول العالم أجمع عبر تقديم المساعدات الإيوائية وتدشين المشروعات التنموية في قطاعات حيوية عدة والتي بلغت 457 مشروعا بقيمة إجمالية إلى نحو مليار دولار بالإضافة إلى 125 شريكا المركز يعمل في أربعين دولة نالت أربع دول منها النصيب الأكبر من المساعدات إذ حلت اليمن في المركز الأول تليها سوريا في الصومال ثم الروهينغا ففي اليمن قدم مركز الملك سلمان العون والمساعدة للأشقاء في كافة المحافظات عبر تنفيذ حزمة من المشروعات في مجالات عدة منها المواد الغذائية والإيوائية والتعليم والصحة والأمن الغذائي إلى جانب دعم وتنسيق العمليات الإنسانية والحماية حيث دعم المركز الحكومة اليمنية بمبلغ نصف مليون دولار في قطاع حماية انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن واستمرارا لعطاء المملكة الإنساني ومبادراتها الدائمة في تخفيف معاناة الشعب السوري أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعا لإعادة تأهيل المرافق العامة في ريف حلب الشمالي في إطار الاستجابة للإحتياجات الطارئة للنازحين كما أسهم المركز في تقديم المساعدات المختلفة للشعب الشقيق جراء ما يعانيه من ظلم وتهجير المركز نفذ بمشاركة 14 شريكا عددا من المشروعات بقيمة 78 مليون دولار وعبر المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية أسهم مركز الملك سلمان بتقديم المساعدات لعدة دول منها الصومال وذلك لتخفيف وطأة المعاناة والفقر التي يعانيها الشعب إضافة إلى نازحين الروهينجا داخل ميانمار واللاجئين في بنجلاديش وذلك بتنفيذ أكثر من 12 مشروعا شملت مجالات عدة ولا تزال أعمال المركز مستمرة بأرقام تتزايد يوما بعد يوم لتؤكد حرص المملكة على أهمية الدور الإنساني الدولي والمساهمة بشكل فعال في مساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم قتل وأصيب العشرات من ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في مواجهات مع الجيش اليمني شهدتها منطقة كيلو عشر بشرقي مدينة الحديدة عملية إصلاح وإعادة تأهيل للبنية التحتية تنفذها القوات الشرعية في جميع المحافظات اليمنية حيث بدأت السلطات المحلية في محافظة المهرة أقصى شرقي البلاد عملية الإصلاح وذلك بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية مصادر أكدت أن هذه العملية تأتي عقب الأضرار الكبيرة التي أصابت المحافظة بفعل العاصفة المدارية لوبان التي ضربت سواحلها الشهر الجاري عملية الإصلاح تأتي بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية في وقت سابق تخصيص حوالي مليونين وثمانمائة وسبعة وخمسين ألف دولار أمريكي بصورة عاجلة لمحافظة المهرة لمواجهة تداعيات العاصفة المدارية وعلى صعيد آخر واصلت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تخريب البلاد حيث رصدت تقارير بأنها حصدت 713 حالة قتل وإصابة تسببت فيها الألغام التي زرعتها ميليشي الحوثي خلال عامين في محافظة الجوف تقارير أعدها مكتب وزارة حقوق الإنسان في المحافظة أوضحت أن الألغام التي زرعتها الميليشيات في المناطق تسببت في إزهاق أرواح مئات من المدنيين والأطفال خلال الفترة التي جرى فيها الرصد والمحددة في مارس 2016 وحتى سبتمبر 2018 محافظة الجوف احتلت المرتبة الرابعة من حيث عدد ضحايا الألغام ودع التقارير إلى التحرك العاجل لإنقاذ المدنيين من حقول الألغام التي لا تزال تشكل خطر كبير في التجمعات السكنية قوات الجيش اليمني لا تزال تطهر الأراضي من المتمردين بإسناد من التحالف العربي حيث قتل وأصيب العشرات من ميليشي الحوثي الإنقلابية في مواجهات مع الجيش اليمني شهدتها منطقة كيلو عشر بشرقي مدينة الحديدة مصادر عسكرية قالت بأن أكثر من أربعين عنصرا من ميليشي الحوثي لقوا مصرعهم وجرح آخرون في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش في منطقة كيلو عشر على الطريق الرابط بين صنعاء ومدينة الحديدة وفي الجوف سقط عدد من القتلى والجرحى من المتمردين في هجمات مدفعية لقوات الشرعية غربي المحافظة وقالت المصادر إن القوات شنت هجمات مدفعية استهدفت مواقع وتجمعات لميليشي الحوثي في جبهة المصلوب وإلى الأراضي الفلسطينية حيث استشد ثلاثة أطفال فلسطينيين بعد قصف لطائرات قوات الاحتلال شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مصدر أمني أعلن أن الأطفال تتراوح عمارهم بين 12 إلى 14 عاما حيث تم انتشال جثثهم ونقلها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع من جانب آخر شن الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات طالت 26 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلة عثر عمال الإنقاذ على حطام الطائرة التابعة لشركة لاين إير بإقليم جاوة الغربية على بعد 70 كيلو مترا تقريبا شرق العاصمة جاكرتا حسب ما ذكر رئيس الوكالة الوطنية الإندلوسية للبحث والإنقاذ وأضاف أنه من المعتقد أن جسم الطائرة موجود في قاع البحر على عمق نحو 35 مترا مبينا أن الطائرة كانت تحمل 181 راكما من بينهم رضيع وطفلان إضافة إلى طاقم من سبعة أفراد وأظهرت صور على تويتر قطعا يعتقد أنها من حطام الطائرة وتعتبر شركة لاين إير أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في إندونيسيا تشهد المنتزهات البرية وواجهات وشواطئ المنطقة الشرقية إقبالا من الشباب والعائلات حيث تتمتع المنطقة هذه الأيام بأجواء معتدلة في درجات الحرارة بعد هطول الأمطار واستمرار تكون السحب المنطرة على معظم محافظات المنطقة بعد هطول الأمطار واعتدال الأجواء في المنطقات الشرقية أماكن التنزه البرية والواجهات البحرية والشواطئ تشهد هذه الأيام إقبالا كبيرا من الشباب والعائلات الذين يستمتعون بالأجواء كل على طريقته الخاصة على فكرة هذه فكرة مني أنا قلت سنجوم وقوم بأجواء الحرارة صراحة لأننا نريد أن نغير الجو والبيت المنطقة الشرقية تمتاز بواجهتها البحرية والشواطئ التي تمتد على مساحات شاسعة والمهيئة في الخدمات لاستقبال الأهالي وزوار المنطقة والله أنفسها ارتاحة حتى النفس ارتاحة على خيرها للمملكة عام إن شاء الله الأجواء هذه الأيام بالمنطقة الشرقية لها طابع خاصة حيث تتمتع بأجواء تكون فيها درجات الحرارة معتدلة إضافة إلى تكون السحب الممطرة منذ ساعات الصباح الأولى على معظم محافظات ومدن المنطقة علي الشهري الدمام أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي تحت برنامج سكوك حكومة المملكة بالريال السعودي وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره ثلاثة بليارات ومئتين وخمسين مليون ريال مقسمة إلى ثلاث شرائح أوضحت الوزارة أن الإصدار قسم إلى ثلاث شرائح الشريحة الأولى تبلغ مليارين وثلاثمئة وثلاثين مليون ريال سعودي لسكوك تستحق في العام الفين وثلاثة وعشرين ميلاد والشريحة الثانية تبلغ ثلاثمئة وستين مليون ريال سعودي لسكوك تستحق في العام الفين وخمسة وعشرين للميلاد فيما تبلغ الشريحة الثالثة خمسمئة وستين مليون ريال سعودي بسكوك تستحق في العام 2028 للميلاد حصلت هيئة السوق المالية على شهادة الاعتماد من البنية المؤسسية الوطنية في برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية يسر كأول جهة حكومية تصل إلى المستوى الثالث في مستويات نوج البنية المؤسسية وتمكنت الهيئة من تحقيق هذا الإنجاز من خلال تطبيق المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية نورا التي أعدها برنامج يسر لضمان بناء خطط للتحول الرقمي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة وباتباع المعايير والنماذج الدولية والمرجعية الوطنية وأوضح رئيس لجنة التعاملات الالكترونية في الهيئة معالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز أن الهيئة استفادت من تطبيق مفهوم البنية المؤسسية في تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات وتوفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أدال المساعدة في اتخاذ القرارات فضلا عن الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات إضافة إلى رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدم الهيئة لعموم المستفيدين ختام النشر هذا تذكير بأهم ما جاء فيها خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لدولة رئيس وزراء ماليزيا استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة والدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر مقتل العشرات من عناصر ميليشي الحوثي في معارك مع الجيش اليمني في الحديدة شكرا لطيم المتابعة حيثا لكم في أمان الله